اشتركوا في القناة في المقطع هذا حبيل لكم لحل بعض المشاكل علشان تقدروا تستمروا باللعبة بدون اي مشاكل فقبل ما نبدأ المقطع اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام وهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك خلنا نبدأ بالتفاصيل انتوا عارفين بعد التحديث الجديد ظهرت مشاكل كثيرة لبعض الاشخاص اول مشاكل عندنا اللي هي مشكلة حزمة مهام انجرافة المقابر هذه الحزمة الان في ناس اشتروها وما ظهرت معهم التحديات وفي ناس كانت معهم الحزمة في السيزن الثالث وما جاء السيزن الرابع اختفت من عنده التحديات ومو قادر يسويها في عندنا كمان حزمة مهام الجحيم وحزمة نية هذه الثلاثة الحزم الان حبيل لكم ايش المشاكل اللي سارت فيها وحل بعض المشاكل علشان تقدروا تستمروا في التحديات وتاخدوا الفي بوكس في موقع فورتنايت الرسمي ايش قالوا قال لا يزال الخطأ موجود لللاعبين الذين يشترون الحزم الان ومعظم المشترين الجدد لا يملكون المهام تلقائيا ايضا بينما يتم حلها لا يزال من الممكن اكمال المهام حتى لهم تظهر في القائمة لانها كذلك خطأ بصري اللي ايبا اوضح لكم اياه اللي قالوا موقع فورتنايت الرسمي انه هم عارفين بالمشكلة هذي يعني لا تقلقوا يعني بعض الناس اما يجي له اول شي تختفي معاها التحديات او ما تظهر معاها التحديات يقول انا اشتريت الحزمة كيف اجيبها الفي بوكس ويقعد يلخبط كثير لا تقلق هذه المشكلة عارفين عنها لعبة فورتنايت يعني حقك الفي بوكس محفوظ لا تقلق طيب حل المشكلة هذي انه يقول لك المشكلة هذي بصرية يعني التحديات مي موجودة معاك لكن انت تقدر تسويها وحتتكمل معاك يعني مثلا انت عندك خمسة تحديات لازم تكملها انتو عارفين الحزم هتكمل ثلاثة تحديات يومية بعد انت انت انتظر اليوم الثاني وتكمل بقية التحديات فانت اكمل الثلاثة وانتظر اليوم الثاني اكمل ثلاثة حيجيك الفي بوكس فهمتو كيف؟ يعني مثلا نفس النظام فاكرين ان احنا ما كنا نسوي التحديات السرية تسوي التحدي وفجأة يجيك الـ الـ هذا نفس النظام في مشكلة في اللعبة انه الان المهام مهي ظاهرة معاكم لكن اذا انت تسويها هتتسوى معاك وحتاخد الفي بوكس تمام؟ طيب اذا انت مسلا سويتها وما اخذت الفي بوكس برضو لا تقلك هذي المشكلة حيتم حلها قريبا جدا تمام؟ طيب هذي مشاكل الحزم عشان تفهموه تمام في عندنا مشكلة الـ وهذه المشكلة ظهرت من بعد التحديث الجديد للسيزن فور في موقع فورتنايت الرسمي قال هناك زيادة في حالات الاعطال التي يتعرض لها لاعبي الكمبيوتر الشخصي يواجه الاشخاص على هذه المنصة الكثير من المشاكل في الدخول الى اللعبة وممارسة الالعاب وتحاول ابك بالفعل اصلاحها يعني المشكلة هذه مو من عندك في ناس كثيرة اول ما يجي يشغل اللعبة ما تشتغل او مقفل معاه يقلق يقول انا اخذت باند انا صارت عندي مشكلة ليش اللعبة ما بتشتغل وبرسيلي كثير في التعليقات هذي المشكلة من نفس موقع فورتنايت تمام فانت كل اللي عليك انك تصبر شوية الان ما يصلح المشكلة او انك تراسل الدعم قلهم عندي مشكلة فحاولوا انكم تحلوها سريع سريع فهمتو كيف طيب في نهاية المقطع حبيل لكم طريقة انا سويها لجميع الاجهزة تمام خلينا تقول لكم الاولى المشاكل عشان الناس اللي قلقانا فحاولوا اطمنوا شوية في بعض الاشياء اللي بتمر فيه هذي مشكلة البي سي في عندنا مشكلة السوني وهذه المشكلة برضو جاءتني في التعليقات يقول لي انا بعد التحديث الجديد اللعبة ما هي راضي تشتغل معايا ما هي راضي تزبط معايا وهذا الشي برضو جاء في موقع فورتنايت الرسمي وقالوا انه في مشاكل في البي سي وفي السوني في عندنا مشكلة حزمة الطاكم حزمة الطاكم بعض الاشخاص اللي اشتروا حزمة الطاكم او معا الحزمة القديمة وما اخذ البيت الباس هذا الرد حيكون لك لانك عشان لا تقلق كثير موقع فورتنايت الرسمي قال لا يتلقى بعض مشتركين فورتنايت حزمة الطاكم النشطين بتلباس حيث تبحث فورتنايت بالفعل في الامر يعني اللي ما حصل البيت الباس لا يقلق المشكلة من نفس اللعبة يعني انت اشتريت حزمة الطاكم ما حصلت على البيت الباس لا تقلق المشكلة من نفس اللعبة ان شاء الله حيجيك البيت الباس تمام طيب خلينا أبين لكم بعض الاشياء الثانية هذه بعض الاشياء اللي جات كمان من موقع فورتنايت الرسمي يقول لك بعض الاخطاء الموجودة حاليا عمليات الاغلاق والتعطيل المفاجئ لللعبة يعني فيه ناس وهو بيلعب فجأة اللعبة تقفل وتطرد برا هذه المشاكل سائرة خاصة على أجهزة الكمبيوتر الشخصي وعلى النيتندو أخطاء عند محاولة تسجيل الدخول وكثير من الناس يقول لك لا يستطيعون اللعب وهذه الأشياء جاتني كثير في التعليقات أنا بسبب أنه جاتني كثير في التعليقات على المواضيع عادي سويت لكم المقطع هذا علشان حل بعض المشاكل وفي نفس الوقت أطمنكم أنه المشكلة من نفس لعبة فورتنايت تمام طيب فيه عندنا شيء ثاني اللي جاء في موقع فورتنايت الرسمي يقول لك تدرك تدرك إبك بالفعل المشكلة حيثه قد يواجه اللعبين وقت تحميل طويل للدخول في اللعبة وهذا الأشياء بعضها سائرة في بعض الناس أنه يقعد مدة طويلة عشان يدخل في اللعبة تمام يقول لك إبك بتعمل على إصلاح المشكلة هذه وعندنا آخر شيء اللي هو المنتدى أباكم تركزوا في هذا الشيء تمام بعض الناس أجي أقول له تابعني على المنتدى يقول لي أنا ما أنا عارف إيش يعني منتدى أول ما تضغط على الصورة القناة تابعي حيجيك نفس النظام ده الصفحة الرئيسية الفيديوهات قوائم التشغيل المنتدى شايفين المنتدى هذا؟ هذا جميع الأخبار اللي بفراسك بنزلها في المنتدى هذا دحينا المشاكل هذه اللي أنتم مريتوا فيها أنا من أمس نزلتها في المنتدى حاول أنك دائما تتابعني على المنتدى إذا في مشاكل في أشياء جديدة في أخبار سريعة دائما ننزلها في المنتدى أول بأول المشكلة في المنتدى أنه ما يوصلك إشعارات لكن أنت دائما تكون أدخل المنتدى وشوف يعني إذا وجهتك مشكلة أدخل المنتدى إن شاء الله حتلاقي حل المشكلة على طول في المنتدى ماشي؟ طيب عديكم حل لمشكلة إذا واجهتكم في أي جهاز تملكوه جوال بي سي سوني اللي في راسك ركزوا في الخطوات هذه تمام عشان لا تسر مشاكل أول شي إذا أنت عندك مثلا جهاز سوني أو بي سي أو كمبيوتر أو لابتوب إيش اللي تسويه؟ أول شي طف الجهاز اللي في يدك هذه أول نقطة تسويها طف الجهاز اللي في يدك مجرد أن الجهاز طفي مرة حاول أنك تنسل السلك من الكهرباء يعني شيل الكهرباء من الجهاز هذا نهائيا تمام؟ أنسله من الفيش أنسله من نفس الجهاز أنت حر أهم شي تشيل الكهرباء من الجهاز هذا مجرد انك انت سويت الهرجة دي كلها تضغط على زر التشغيل سواء سوني اكس بوكس بي سي اللي يكون في راسك تضغط على زر التشغيل لمدة عشر ثواني يعني اضغط على زر التشغيل ضغطة طويلة وعدي لين عشرة وشيل يدك وارجع اضغط تاني مرة وعدي لين عشرة وشيل يدك بعد كده اشبك السلك حق الكهرباء وشغل الامور هتصبط معك مية في المية هذا حل مبدئي لأي مشكلة تواجهك انا اي مشكلة تواجهني هسوي النظام هذا هذا النظام يسموه تفريغ الكهرباء يعني بعض الاجهزة يكون فيها مشكلة شحن زايد او فيها تضارب كهرباء تمام فهذا الشيء يفرغ الكهرباء لداخل الجهاز فالجهاز بعد كده يشتغل معك بنظام حلو حتى لو انت مواجهتك المشاكل هذه مو مشكلة يعني السوني انا دايما اسوي له الحركة هذه بين فترة وفترة كل اسبوعين تلاتة اسوي الحركة هذه تفريغ للكهرباء يريح الجهاز ويخليه يشتغل بنظام افضل هذا كان المقطع حل جميع المشاكل وبعض المشاكل اللي مريته فيها فان شاء الله تابعوني على المنتدى كل مشكلة هتنحل هنزلها في المنتدى ان المشكلة انحلت واذا عنده احد اي مشكلة يرسلي في التعليقات او يرسلي على الاسناب ان شاء الله نهاية في كل مقطع في الوصفة احط لكم الاسناب تابعي بس ابغى نقطة واحدة ابافهمكم اياها اللي عنده مشكلة وارسلي في الاسناب ارسلي المشكلة على طول يعني فيه ناس يرسلي في الاسناب يا صياد عندي سؤال انا جاوبه اقول له اسأل يقول لي عندي سؤال ابقتي جاوبني عليه وارجع اسأله ارسله وقول له طب اسأل لا ما يحتاج تسوي كده على طول سلام عليكم عندي مشكلة كده 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 خلاص انا اول ما اشوف الرسالة في اي وقت هتلاقي رسالة صوتية اجابة للسؤال اللي انت فيه او المشكلة اللي انت فيها حل المشكلة على طول. فهمتوا كيف؟ هذا كل شيء اللي بسوي يعني بحاول اني قد ما اقدر اني اساعد كل الاشخاص. يعني بس اباكم تحطوا في راسكم حاجة واحدة. انه انا شخص وانتو كثير. فبقد ما اقدر بحاول احل المشاكل بس حبة حبة يعني. تمام؟ طيب كده وصلنا لنهاية مقطعنا. اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي. ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كودة لايتم شب اكستو اكستو. وهم شيء لا تنسوا ستدعموا المقطع بلايك وان شاء الله نتقابل المقطع اخر. وفامان الله. اشترك في القناة